بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بنتناول نهاردة يا شباب موضوع مهم جدا من موضوع جوانب التكويم اللي هو الأدوات اللي بيستخدمها المعلم في تتبع نمو الطالب أو التلميذ عنده مهم جدا هذا الجزء تعالوا نشوف إيه الأدوات اللي بيستخدمها أول أداء اللي هي بطاقات الملاحظة المدرسية اللي هي بطاقة تتضمن معلومات عامة عن الطالب أو التلميذ بيانات عن الأسرة لحالة الصحية تحصيله الظروف الاجتماعية والاقتصادية اللي بيعيش فيها الهوايات النشاط الاضطرابات والمشاكل اللي بتقابله في مرحلة النمو النوع الثاني من الأدوات اللي بيستخدمها المعلم اللي هو التقارير إلى آباء التلميذ في تقرير بيرسل للآباء تقرير يتضمن أهداف البرنامج المدرسي نواحي الكوة والضعف النمو النفس والاجتماعي لابنه عامل إيه شكله إيه لابد أنه يتعرف عليه في عيد ابنه هل هو بيأتي للمدرسة سعيد مهتم بالدراسة التعليمات اللي يجب أنها تساعد على تشجيع الأبناء نحو التعلم أيضا التقارير المرسلة إلى آباء تتضمن ثلاثة أنواع في اجتماعات الآباء مع المعلمين في الخطبات المرسلة في بطاقات التقرير تعالوا نشوف ثلاثة أنواع مع بعض التقارير أول حاجة بطاقات التقرير عبارة عن درجة التلميذ في التحصيل الدراسي بتحدي مستوى هل هو مرضي ولا غير مرضي بتتضمن قدرات زي تصنفات زي جيب ألف أو ألف بلاس باء وكذا فيما فيها أداء في حين الخطبات المدرسية بتتضمن وصف لتقدم الطالب في كافة الجوانب وما يحتاجه من مساعدة داخل البيت أو من المعلم أما اجتماعات الأباء والمعلمين فهي من أفضل أشكال التقارير لأنه بتعبر عن تفاعل مباشر بين المدرسة وبين الأسرة المدرسة متمثلا في المدرسين والدارة والمدير أما الأسرة متمثلة في أولياء الأمور ودي مهمة جدا في الاجتماعات اللي بيصار فيها المشكلات التي يتعرض لها الطلاب سواء من وجهة نظر الأسرة أو من وجهة نظر المدرسة أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته